موسيقى مساء الخير و أهلا بحضراتكم في حلقة الخميس من برنامج أسر الكلام الحلقة بتاعت النهاردة مختلفة شوية أو مختلفة شويتين إحنا هنلغي كل فقراتنا لسبتا النهاردة لصالح حوار طويل و مختلف مع ضيف مميز جاي في وقت مهم جدا بنعيش في أزمة كبيرة جدا على المستوى الداخلي تخص تجديد الخطاب الديني و الكلام الكبير والكتير اللي تقال في شأن هذا الملف ثم بنعيش في أزمة أكبر وهي أزمة بتعيشها كل الأديان في العالم خصوصا بعض القرارات اللي اتخاذها رئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بمع دخول بعض أبناء الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حالة الإسلاموفوبيا اللي موجودة في العالم كله مع مسألة هذا الصراع الدين اللي موجود في العالم كله مع فكرة من وقت إلى آخر بيطلع لنا الصراع المذهوي ثم الحرب اللي احنا بنعيشها مع الإرهاب والأفكار المتطرفة ثم القرارات اللي بناخدها فيما تخص مسألة تجديد ملف الخطاب الديني ثم الأسئلة اللي بتدور في أزهان الشباب هو ده مجمل المحاور اللي ناقش فيها ضفنا النهاردة فضيلة الإمام وفضيلة الشيخ مولانا الحبيب علي الجافري في حوار خصيصا وحصريا لأسر الكلام هنعمله على جزئين الحواردة الحواردة النهاردة هيكون على جزئين الجزء الأول هيكون فضيلة الشيخ الحبيب علي الجافري في مواجهة أو في ضيافة ثلاثة من الشباب المصريين هم زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ريني وزميلتنا الكاتب الصحفي الأستاذ سلم أنور وزميلنا الكاتب والشاعر الأستاذ محمد إبراهيم هنحاول نلقل من خلال التلاتة دول اللي هم شباب بالمناسبة أفكار وأسئلة وقلق ومشاعر ربما متعلقة بالخطاب الديني وبرجال الدين إلى الحبيب علي الجافري فيه حوار هيطول فيه هذا الملف الشائك اللي هو ملف الشباب والدين أو الشباب ورجال الدين تحديدا أول شيوخ والخطاب الديني اللي احنا عايشين فيه الموضوع ده فيه أسئلة كتير جدا ربما يكون الأصلح لهذا الحوار هو الحبيب علي الجافري الأسباب تتعلق بأنه هو ده الخط اللي شغال عليه بقاله 3-4 سنين في فترة أخيرة فيما بعد زمن ما سمي بثورات الربيع العربي ربما يكون هو الأصلح لأنه الأكثر اتصالا مع الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فبالتالي هيكون حوار أظنه وأتمنى أن يكون ثاري جدا ومفيد جدا بالإضافة إلى أسئلة حضراتكم من الشباب اللي هتبقى موجودة على الهاشتاج اللي احنا أطلقناه اسأل الحبيب سواء على فيسبوك أو تويتر ده الجزء الأول من الحوار ثم الجزء التاني هيبقى حوار مع الحبيب علي الجافري تحديدا فيما خص ملف تجديد الخطاب الديني وأيضا الأسئلة بتاعة حضراتكم اللي هتبقى موجودة على هاشتاج اسأل حبيب قبل بقى ما نستقبل ضيوفنا خلاني نتكلم على نقطة في غاية الأهمية انبارح مصر كانت نايمة فرحانة مصر كانت نايمة فرحانة هي بتحتفل بوصول منتخب كرة القدم المصري إلى مباراة النهائي في بطولة الأهم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون أجمل المتفائلين فينا وأجدعهم ما كانوش يتخيلوا أبدا أن المدخل في مصر ممكن يوصل للنهائي وده نقطة هنتكلم فيها نتكلم فيه ما خص الأمل اللي طول وقت احنا بنتكلم فيه في هذا البرنامج أنه مهما كانت المصاعب مهما كانت المشاكل لازم يبقى حد فينا أو مجموعة فينا عندها شوية أمل كده مخزناهم في جنبه عشان نعرف نكمل بيهم للمستقبل لكن المبارح كان فيه حاجة غريبة جدا سيبك من أنه أداء المنتخب مش كما نظن أو كما نحب مش هو المنتخب اللي كان في 2006 ولا في 2008 ولا 2010 ولا المنتخب اللي تعمل برازيل ولا المنتخب اللي لعب قدام إيطاليا مباراة عمره لكن إزاي منتظر من منتخب كرة القضاء من المصري على مدار خمس ست سنين فاته الكرة فيها نشاط شبه معطل إما بسبب مظاهرات وإما بسبب مخاوف أمنية وإما بسبب حوادث جسام زي الحادثة اللي احنا بنعيش ذكرها دلوقتي اللي هي ربما تكون المجزرة القبرى اللي وجع كل الناس من ناحية الكرة وقفل كل الناس من ناحية الكرة وهم شهداء الناد الأهلي في برسعيد أو من جمهير الناد الأهلي في برسعيد ثم بعدها الدفاع الجوي ثم فكرة حالة التعنت في دخول الجمهير مرة تانية إلى المدارجات كل أجواء دي بعدها موجود الجمهير بتوقف كتير بتفاصيل كتير بتخلي أنه المنتخب النهاردة يرجع تاني بعد غياب تلت دورات أمة أفريقية تاني إلى هذا المجال ويوصل للنهاية أعتقد ده أمر مفرح لكن اللي مش مفرح على الإطلاق أنه في وسط الفرحة بتاعت مبارح نبقى احنا عايشين ما بين تلت فئات ناس فرحانة لأنها بتحب بلد وعاوز تفرح وناس تانية بتدعي وبتلعب دور العمق والتنظير وعاديين يكتبوا كلام فيما خص يتم استخدام القرى لإلهاء الشعوب أهو رجعنا تاني نستخدم المنتخب المصري لقرة القدم علشان نلهي الشعوب ونفرح الناس والناس تنزل تزيط وتنسى الأسعار وتنسى 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 رغم أنه أصحاب هذه النظرية الغلط بالمناسبة أو لملهاش معنى بالمناسبة ما حدش فيه مفكر وهو لحظة أنه أشد لحظات الحراك السياسي والمظاهرات في مصر اللي هي 2010 مقدمات ما قبل صورة 25 نار حدثت في عز مكان منتخب كرة القدم المصري كسب 3 بطولات أم أفريقيا متتالية وشارك فيه كأس العالم للقراط وكانت برضو الناس بتنزل تحتفل وتهتم بالكورة إذا الاهتمام الناس بالكورة مش معناه خلص عملية إلهاء وإلا كان العالم كله هيبقى عايش في أكبر عملية إلهاء في التاريخ لكن دول كانوا ناس ضد الفرحة ناس تانية وشوفناها كتير على صفحات الإخوان وبعض فضائيات الإخوان بيدعو أنه منتخب مصر يخسر وهنا بتتجلى أبرز علامات المنافقين اللي هو الفجر في الخصومة يعني هو فاجر في خصومته السياسية لدرجة أنه عاوز منتخب الكورة يخسر علشان الناس دي ما تفرحش فيزيد الغضب بتاعها مع موضوع الأسعار والكلام ده كله فيضرب النظام السياسي اللي هو داخل في معادة معاه أو في خصومة معاه إلى ضربة تانية كأنه عاوز يصف حساباته مع النظام السياسي أو مع السلطة اللي موجودة في مصر على حساب الشعب كله لكن في النص في النص في النص بيبقى الناس اللي عندهم الأمل الناس اللي عاوز تفرح بمتشكورة بتفرح لأنه بتشوف عالم بلدها بيرجع تاني بتسمع كلام كويس بتنشر فيه الصحافة الأجنبية بتنشر فيه المواقع الرياضية العالمية إنه مصر رجعت من جديد في إيه اللي احنا ما شفناهوش في الرياضة في السياسة والاقتصاد يا أخي سيبي الناس تفرح بيه شوية هما بيشوفوه في الرياضة طبعا الناس دول اللي بيفجوروا في الخصومة أو اللي بيصفوا حساباتهم الشخصية سواء سياسيا حتى رياضيا لأنه الرياضين مثلا تلاقي ناس بيتخانق ما بين أهل وزمالك اللي هو أصلو فلان بلعب وحش أصلو فلان ما خدش حزام غالي أصلو ما خدش كذا الأهلاوي ما خدش كذا الزمالكاوي دول برضو حساباتهم أعلى من حسابات البلد زيهم بالضبط زي باس المرسي مهاجم متميز لعب كويس رأس حرب نادي الزمالك عمال بعمل مشاكل كل ده في حتة في جنب لكن كون إنه ما يتمش اختيارك عشان تكون ضمن المنتخب وتشارك في هذه البطولة المهمة فحد يسألك يقولك هو المنتخب ماشي إزاي ورأيك إيه فتقوله أنا بيتابعش ده مش بس فجر في الخصومة ولا عند ولا حق لا ده كمان فيه سوء إدارة للنفس إنك شخصية عامة ومش عارف حتى تجاوب على سؤال سهل زي ده فيحظى باس المرسي فجأة بقراهية جماهير الأهلي ويقل زمالك عموما يا رب يا رب يوم الحد يبقى يوم استكمال فرحة بالنسبة لمصريين ومناتمنى إنه اللي بيترتب دلوقتي ما يحصلش فكرة إنه خلاص المنتخب وصل للنهائي ففي ناس عاوزة تاخد الشو فانطلع وفد من مجلس النواب يشجع في النهائي ونطلع طيارات ويحصل فيها ويروح فنانين ونستدم بعض ذكرى مباراة أم درمان في السودان ما بين مصر والجزائر وربنا يسره ده ما يحصلش عاوز تودي جماهير ودي جماهير كورة غير كده بلاش تودي ناس تتاجر بجهد اللعيبة اللي عارق تناك حتى لو كان على أداءهم بعض التحفظات وعشان ما يحصلش نوع من أمام التشتيت زي ما حصل في مباراة السودان الشهيرة لحد هنا ونروح لفاصل وبعد الفاصل هنبدأ حوارنا مع فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري في صحبة ثلاثة من الشباب اللي احنا قلنا لحضراتكم الكاتب الصحف أحمد ريني والأستاذة سلمة أنور هنضموا لينا بعض الفاصل على طول نبدأ حوارنا مباشرة مع الحبيب علي الجفري